موسيقى مسمعين ومسمعاتنا الكرام معكم يونس طالب مرحبا بكم هنا في برنامج رياضة كاست في هذه الحلقة سنتحدث عن البطولة الإفريقية للدراجات الجبالية المعروفة باسم VTT والتي ستنضم في المغرب يومي 11 و 12 من هذا الشهر وبالتبط في غابة بوسكورة هذه التظاهرة القرية التي تعرفت هذه السنة الدورة 16 سيشارك فيها 12 بلد إلى جانب المغرب لذلك سيكون ممتل من طرف 32 متسابق منهم 13 من العنصر النسوي وهذه الدورة ستكون مؤهلة للإلعاب الأولمبياء بباريس ٢٠٢٤ إذن لكي نتكلمون على هذا الموضوع نستضف محمد كاتيم نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات سي كاتيم مرحبا بك معنا مرة أخرى في برنامج رياضة كاست أهلا وسهلا بالأخ يونس وأهلا بجميع المجتمعين ديالك ديال هذه القناة الرياضية المعروفة وإحنا هيا مستعدين باش نجاوبوا على جميع التسعولات ديالك شكرا أولا وقبل كل شيء نختار من الفرصة باش نهنكم على فوز أشرف الضغمي باللقاب ديال طواف البنين اللي كان الختام دياله السبت الماضي وكذلك فوز المنتخب المغربي على مستوى الفرق شي كلمة في هذا الصدد سي كاتيم؟ والفريق الوطني المغربي اللي حقق الفوز الثاني على التواليف طواف ديالبينين تعرفوا بأن السنة الفريطة كذلك فاز الفريق الوطني المغربي بواسطة كذلك أشرف الضغمي وفازوا كذلك في الفرضي وفي الفرق هذه السنة كذلك الطواف البنين عود المرة الثانية فوز مستحق ديال فريق الوطني المغربي سواء على الفرق وكذلك في الفردي بواسطة أشرف دهمي فالفريق الوطني المغربي اللي اصبح معروف عندنا في الطوافات الإفريقية لأنه واحد مستوى عالي وولت النخبة الوطنية خاصة الكبار اللي اصبحوا عندهم واحد تجربة كبيرة خاصة أشرف دهمي عادي العربوي وحسين سمفاحي كذلك محسي الكوراجي اللي لو مشى كذلك سيكون واحد لإضافة أخرى دي الفريق الوطني ولكن هالثلاثة مستوى سابق الكبار اللي مشى معهم كذلك ثلاثة دي المتسابقين آخرين جدا اللي هما أشرف الكريمي اللي كان من الشبان وطلع أقل 23 سنة وكذلك أنور رحمه أقل 23 سنة بفريق الوطني وأول مرة كيشارك معهم كذلك العلواني من نادي الإسماعيلية لأول مرة كذلك ولكن رغم ذلك كان واحد الاحتكاك وهدو كلهم مشوا مع المدرب مقتدر الحسيني محسين اللي عنده واحد جربة كبيرة في الطوافات الإفريقية لأنه فيتلي كذلك فاز بالبطولة الإفريقية وفي الطوافات في إفريقيا وفي الطواف المغرب 2011 لهذا عنده واحد جربة كبيرة ويعني يحاول باش بالتاكتيك دياله باش في آخر المرحلة فازوا بالمرحلة الآخرة اللي فاز فيها أشرف ضغمي وكذلك فاز بالقميص الأصفر لأنه هناك يكون واحد تاكتيك خاص ديال المدرب باش يمكن يعرف لأنه كين منافسين أقوية وخاصة منهم ألمانيا وفرنسا والجزائر اللي كانوا منافس كبير لأنهم حاولوهم الجزائر باش يدروا الخطة ديالهم باش يفوزوا هالطواف ويطلعوا في المنصة في المرحلة الآخرة لكن المنتخب المغربي هالرسلين والخطة ديالهم ورفع الرايا المغربية والنشيد المغربي في الكوتونو بحضور السفير ديال المغرب في البنين واستقبلناهم في المطار يوم تولتاء بحضور الآضاء ديال الجامعة بذلك الحاجة الحسن خلسيك مؤمن من الحاجة بخالد خلدون والموديل الإداري سيراجدين عبدالسامد والبطل مصطفى النجاري ديالهم واحد الاستقبال الكبير كانت الرياضية حاضرة كذلك والحمد لله يعني هذا فوز مستحق ولأن الفريق الوطني يصبع عنده الكلمة دياله خاصة في القرى الإفريقية ودائما مستعدين باش كيكون هذا الاستعداد لأنه كذلك كيكون كابربارسيون للطواف المغرب كذلك نعم وغادي نرجع نتكلموا على طواف المغرب في آخر هذه الحلقة الآن فيما يخص البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية هذه البطولة غادي تنضم هذا الويكيند في غابة بوسكورا تحت شعار المغرب وإفريقية كيان واحد التنظيم غادي يكون بطبيعة الحال من طرف الكونفيدرالية الإفريقية للدراجات تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لللعضة سيكاتيم إلا قد تتكلم لنا على هذه البطولة وكذلك المشاركة المغربية فيها هذه البطولة جاءت لأنه هناك آخر الكاتب العام الحسن الخرسي اللي هو عوض في المكسب المديري دي الكونفيدرالية الإفريقية واللي حاول ودافع باش يمكن البطولة الإفريقية الدراجة الجبلية تكون في المغرب والحمد لله يعني يعطونا هد انتياز دي الـ 2024 باش كتكون وخاصة لأنه عنده واحد الفونتاج بأنه هد اللي غادي يفوز هده يمكن يتأهل مباشرة لألعاب الأولمبية لأنك يكون عندك انتيتر دي البطل الإفريقية مباشرة هده فيها حتى التأهيل دي الألعاب الإفريقية وعدنا واحد مشاركة قوية دي الفريق الوطني اللي يعني أصبح عندنا الفرق دي الدراجة الجبلية يعني بكل صراحة اللي هما فيهم شبان أقام 23 سنة وفي شبان وكذلك في الفتيات فهنا عندنا واحد نخبة كبيرة اللي يعني كيقودوها للإخوان مدربين اللي هما عندهم واحد الحينكة وعدهم واحد جريبة الأخ يوسف الغزاوي وكذلك محمد المالكي وكذلك بعض العصاب وخاصة عصبة من الملطنفرة اللي عنده واحد الفريق اللي هو في مستوى كبير ومشارك وكذلك العصبة دي الأقادير وكذلك العصبة دي الدربي دستات فإذن هاد المنتخب اللي هو غادي شارك إن شاء الله غادي نتمنى باش يكون عندهم واحد الحضوض إن شاء الله سواء في الشبان أو الفتيات أو أقل 23 سنة باش إلا جبل التسير رغادي تأهل مباشرة الألعاب الأولمبية دي باريس 2024 إذن غادي تكون هناك واحد المنافسة قوية لأنه كيفما سبقت وتفضلت في تقديم دي الكرة أن هناك 12 دولة خاصة منهم الأبطال الكبار دي الجنوب إفريقيا وناميبيا وكينيا وكذلك تونس فلهذا غادي تكون واحد المنافسة اللي معهم والمدريب كذلك مقتدر اللي حضر أول مرة باش كيكون المدريب دي الدراجة الجبلية هي شامس فري اللي تاو عنده واحد جريبة كبيرة والحمد لله احنا غادي تبعو هاد المسار دي يوم 11 و12 وبهاد المناسبة كذلك كين تحت دولي اللي يرسل يعني باش تكون واحد كوين خاص دي الدراجة الجبلية في الشق المدربين وشق كذلك الحكام دي الدراجة الجبلية لانه جوا مؤطارين من اتحاد دولي من سويسرا باش يطروف هاد الأسبوع هذا قبل البطولة الافريقية اذا فالجامعة الملكية المغربية كتعمل كل بماوسعها باش يمكن تحقق هاد النجاح ماشي غير في الدراجة على الطريق ولكن كذلك الدراجة الجبلية اللي ولوا عندنا أبطال ومازال ان شاء الله هذي كان طلاقة مازال يكون القادم أحسن ان شاء الله دان الطموح الان هو التأهل الألعاب الأولمبية المقبلة وهذا هو الهدف والطموح دي الجامعة خاصة باش ما نبقوش يعني محتاكرين غير في الدراجة على الطريق لانه كين واحد الأبطال اللي كيجوا من الدراجة الجبلية ومنهم كيدوزوا الأبطال الدراجة على الطريق لهذا فكل الأبطال اللي هم كنشوفهم سواء طواف فرنسا أو طواف إيطاليا أو إسبانيا الأبطال الكبار أو الأبطال دي العالم كلهم كيدوزوا من الدراجة الجبلية لهذا فإحنا حاولنا كجميع باش يعني نحاولوا نقولوا ونعطيوا وحد كذلك وحد العمل لهذا الإخوان اللي هم عندهم تخصوص دي الدراجة الجبلية باش يمكن كونوا واحد الأبطال أمثال رجا شاكير وكين شابات أخرين اللي كينتاموا الأقادير والسوق السبت يعني السوق السبت عندنا جوج الفراق واللي عندهم أحسن العناصر اللي هما مشاركين في هد البطولة الإفريقية في المنتخب إذن هذا هو العمل دي الجامعة باش يعني تعطي لوحد فرصة لهذا الأندية الخاصة بالدراجة الجبلية باش تكون هد الأبطال باش يمكن يحصلوا باش يجيوا للمنتخب يعني من اللي غادي تكون يعني البلاصة دياله حضرة وكينة بالنتائج را غادي دوز هد المنتخب ومن المنتخب كذلك لأنه عدنا نحن تصادف مع الألعاب الأولمبيا دي الفين وعشرين فلهذا الفائز اللي تكون الفائز بالبطال الأفريقية را كيدوز مباشرة لألعاب الأولمبيا كيفما فاز النديم الغموشي اللي هو يعني في الصنف ديال دراجة الجبلية البيميكس اللي تأهل مباشرة الألعاب الأولمبيا ٢٠٠٤ لأنه فاز بالبطال الأفريقية لهذا فعدنا واحد اللي هو يعيش في إنجلاتيرا وفاز بالبطال الأفريقية في الصنف البيميكس أيضا أهل مباشرة فلهذا احنا كنت أدروه في هذا يوم سبت الأحد إن شاء الله باش يكون مناصيب كذلك من أحد المغاربة دينا دي المنتخب باش يمكن لي ما لا يحصل تواعلى التأهيل دي الألعاب أولمبيا كباقي البطل اللي تأهل أشرف دغمي كذلك في الدرجة على الطريق وحنا كنت منه دائما الجامعة باش تعطيه فرصة لهذا الأبطال باش يمكن يبينوا الموهبة ديالهم باش يكونوا حاضرين في المنتخب الوطني وكذلك في المنتقيات الدولية باش يبينوا تهوما الموهبة ديالهم هذا هو الهدف دي الجامعة والطموح دي الجامعة نعم وهناك كذلك تضاهرة كتنتظر الجامعة هي طواف المغرب اللي غتنظموه ابتداءا من 30 ماي شنو هو جديد هالطواف وكذلك شنو هو المطاف اللي غتتعمدوه هاته السنة نعم فالطواف المغرب اللي هو النسخة 33 منظمة تختار رعاية السامية صاحب الجلال الملك محمد الثالث نصره الله اللي يعني الجامعة كتحاول باش يعني طواف جميع أنحاء المغرب لاش لأن الفرجة ندراجة هي كتفي عدل الجمهور عكس الكورة اللي الجمهور كيجي باش يتفرج احنا يكندي وحنا الفرجة لعد الجمهور باش يتفرج وحنا الجامعة يعني كتحاول باش تعطي الفرصة لجميع المناطق المغربية باش لأنه هذا وحد طورات اللي هو غير مادي طورات كبير اللي هو يعني المغربة كلهم كتناو وكان هذا يعني نسخة 33 اللي هي ماشي سهلة باش يمكن إن بدوه من الأراضي المغربية من الصحراء المغربية من مدينة العيون اللي غادي جيوت تقريباً 16 دولة زائد جوج ديال فريق الوطني المغربي هي 18 يعني الحمد لله إذن حنا 18 الفريق اللي غادي يكونوا مشاركين في هذا الطواف المغرب وهادو غادي يكون واحد يعني من اللي غادي ينزلوا جاميع كلهم في مدينة العيون هاي بيبوت كل انطلاقة ما فغادي يبدو جايين يعني انطلاقة المرحلة الأولى من مدينة العيون في اتجاه طرفة ثم غغل ميم ثم غادي يجيوا للأقادير لأنه كين بعد البلايس اللي غادي هزوم النوم ترانسبور دومه اللي غادي يزوم لأنه كتكون مسافة طويلة كي يجيوا المدينة اللي غادي يعطو منها انطلاقة وكي يعودوا شدهم انطلاقة المدينة الأقادير و提جاه غادي يجيوا المرحلة كش كذلك لأنه دائماً كيكون واحد نوم الناس في حالة اللي كانت المسافة طويلة بزاف يكون ترونس بوردومون يكون 30 أو 40 كيلومتر لتشد انطلاقة من المدينة من راكش غالي يجب ترونس بوردومون القلعة تسراغنا ومن القلعة الخريبقة ومن الخريبقة غاليباته في خريبقة وشد انطلاقة كذلك لغدله مدينة بن ملال عبرى واتزم بجاعت تادلة بن ملال بن ملال كذلك غاليباته تتمع وشد انطلاقة من الخنافرة المكناس من المكناس فاس الرباط والوصول غادي يكون مدينة الدار البيضاء امام العملها دي المديونة لطلبها السيد العامل لانه غادي يكون عدنا الفيلودروم ان شاء الله في بوسكورة مديونة فالسيد العامل حاول غادي يكون واحدة الوصول اللي نعطيه واحدة انطلاقة دي كذلك المشروع دي الفيلودروم اللي غادي يكون في بوسكورة ان شاء الله اذا فطوى في المغرب نسخة 33 فغادي يكون ان شاء الله باش نحاوله باش تكون ناجحة خاصة هالدول اللي كي تيقوا في المغرب وكيجيوا لأنه كينعموا بالاستقرار والأمن والمناظر الطبيعية السياحة دينا عندنا الصحراء عندنا الطبيعة عندنا البحر يعني تبارك الله يعني المغرب فيه يعني كل شي شوفوه وهد دول اللي كيديروا الطلبات ديالهم احنا ما زال حصرناها فهد 16 دولة لأنه ما يمكنش تشدر كيجيوا تقريبا فوق 30 طلب وما يمكنش تكلبي جميع الطلبات فكان حدو كنا لجنة تقنية اللي كتحدد هالطلبات باش يمكن يكون يعني ناجح وكذلك رأى دائما هاد شي كله بالنجاح ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم أولي والرياضة اللي كتساهم معنا وكتعوننا باش النجح والطواف كذلك لجنة الأولمبية مشكورين وكنتمنى إن شاء الله باش يكون هاد النسخة ناجحة إن شاء الله ولما لا يكون فوز المغرب أحد الأبطال ديال المغرب ديالنا يفوزوا بقامل الأصفر كذلك نعم وكنتمنى لكم كل التوفيق محمد كاتيم شكرا جزيلا على الأجوبة ديالك والمشاركة ديالك معنا في هذه الحلقة شكرا ومرحبا إلى هنا ينتهي هذا العدد من برنامج رياضة كاست شكرا للسماع وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة